ودلوقتي نروح لزميلنا أحمد الأفيوني من قنة أحمد صباح الخير عليك وكل سنة وانت طيب لو تكلمنا عن آخر الإنجازات اللي تمت في مبادرة حياة كريمة في محافظة قنة صباح الخير نوها صباح الخير دعاء بالفعل ربما الوضع هنا في محافظة قنة لم يختلف كثيرا عما ذكر زميلي أحمد عبد الرازق في محافظة الفيون بالفعل واقع جديد فردته مبادرة حياة كريمة في كافة قرى محافظة قنة محافظة قنة شأنها شأن محافظات صعيد مصر التي عانت لثنوات كثيرة من الفقر والحرمان وافتقاد لمظاهر الحياة الكريمة لكن أوباما مع إطلاق فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في 2019 مبادرة حياة كريمة الوضع هنا قد تغير تماما لكن للمزيد من التفاصيل دعيني أستقبل معك وعبر الهواء مباشرة الأستاذ سامح عبد الرحيم منصق ميتانيا حياة كريمة هنا في محافظة قنة سامح بداية برحب بحضرتك كيف ساهمت حياة كريمة هنا في محافظة قنة وتحديدا في قرية المراشدة التي نتواجد فيها الآن في تغيير واقع الحياة بالفعل هنا على أرض الواقع أهلا سيد أحمد بأسرة البرنامج أرحب بكم في قرية المراشدة والله إحنا أولا نتقدم بالشكر إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ونحن نحتفل بذكرى انتصار ثورة 30 يونيو ثورة إرادة شعب والله مبادرة حياة كريمة لما أشار بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في تنمية قرى الريف المصري المبادرة ساهمت كثير جدا في إحياء الحياة بالنسبة للإنسان أولا نحن كمنصقين مبادرة حياة كريمة أولا تطرقنا بالنزول إلى الشوارع وإلى الأهالي علشان نشوف أي المحتاجة المواطن من خدمات أو أي الخدمات اللي هو محروم منها فبالتالي لما وجدنا وعملنا ميدان تجول يعني بين الناس كده والأهالي والمواطنين شفنا الخدمات اللي ناقصة أو مش موجودة للمواطن فرفعناها لمبادرة حياة كريمة وبالتالي تم تنفيذ كل المشروعات التي يحتاجها المواطن سمح أنا بشكرك شكرا جزيلا لضيق الوقت لكن نوها دعاك أنت هذه هي يعني صورة حية من أرض الواقع من أرض محافظة قنة قرية المراجدة التبعة لمركز الوقف شمال محافظة قنة حول مبادرة حياة كريمة التي غيرت واقع الحياة بالفعل هنا على أرض الواقع في محافظة قنة وعودة بك مرة أخرى للاستوديو شكرا لك أحمد الأفيوني مراسل إكسترانيوز شكرا لك على كل هذه المعلومات وشكرا لضيفك الكريم